اوه هذا شنه الشي سوينا اني مرس بنت هذا اوه جاي يا شباب اجي جاي اجي ريدي قتلني باعي يا شباب ستيفي اخضر اوكي السلام عليكم شو كو شو ان شاء الله بخير ياكم الرحومي وحلالله يا شباب بحلقة جديدة من عالم الغرائب والعجاب فيب يا شباب ان شاء الله رح يكون اسم عالم الكريتي في مالتني هو عالم الغرائب والعجاب اغلبكم يا شباب اقتراح لهذا اسم بما انو احنا نستكشف شغلات غريبة في هذا عالم فقدتولي يسمي العالم هذا اسم وان شاء الله رح يكون منا وصاعد ان هذا هو اسم العالم الرهيب ماتنا فاوكي يا شباب الهوم رح نستكشف مود متعلق بستيفي مود رح يخلي ستيفي يصير وحوش قوية فاليوم يا شباب رح نجرب مودين مو واحد لانو احدى المودات واحد سبع عشرة والمود الثانى واحد عشرة اثنية فالمودين يا شباب ان شاء الله رح يقروا وابطهم بالمود اللي يحب يحملهن ويجربهن على العالمه فاوكي يا شباب خلنبلش احنا حاليا بالمود اللي اصدار واحد سبع عشرة فهذا مود يا شباب رح يضيف عدة شغلات على عالمنا شغلة الاولى اللي هي اكيد الوحوش وهذه الوحوش اللي دا شوفها قبالكم كلها هذي لكن على الشكل الوحوش وشغلة الثانية رح يضيف دروع وعدة شغلات هاسه رح اشوفكم شون اصنحها والشغلة الثاثة اوه نسيت اخليها خليها ع السريع يا شباب شغلة الثاثة هي هذي دا شفون يا شباب هنا عدنا مجموعة ستيفي نقدر رسبنهم بعالمنا فخلينا نجيبهم ع السريع طبعا كل ستيفي دا شوفو حسب شكله مثلا هذا ستيفي الايرون اللي حاليا انا كام شبيدي يرسبن ستيفي لابس دروع ايرون فهذا الشي يعني موحيل رهيب هو اكثر شي رهيب بالمود هو هذا الشي هاسه ان شاء الله رح اشوفكم ايها وهمات يا شباب هاذا المود رح يضيف الشغلات هم نقدر نصنع بيها يعني مثلا اضافنا هاذي موارد هاس رح اشوفكم طريقة التنقيب عنها فنفس ما دا شوفون هاذي هو حجر مثل اللابس لكن هو مو لابس دا شوفون يعني مثل اللابس لكن لما نجينا كسره رح يطينا هاذا الموارد اوكي خلينا نشوف اسمها اسمها ستيف جيم هاذا ستيف جيم يا شباب نقدر نصنع منه هاذي السيوف والشغلات الرهيبة وطبعا هاذي كلها قوية نفس ما تلاحظون يا شباب السيف هاذا دامج ماتة 44 وهذا معناها اقوى من السيف العادي اربع مرات يا شباب بحير قوي هاذا السيف وهنا عدنا الاكس الدامج ماتة 23 وعدنا البيك هاكس 22 يعني هاذا البيك هاكس نقدر نكسر بي الدايموند الموارد كلها بسرعة نقدر نكسر وشيفل الدامج ماتة 21 وهذا الصراحة ما عرف شنو اسمه اسم يمكن هو ما عرفه شي شي هذا ما علي دامج هذا الشي طبيعي اوكي يا شباب هس رح نبلش اول شي اريد اشوفكم اياه اللي هو الموارد هاذي يا شباب البلوكة اول ما تحطون اموت بالعالم رح ترسبن بالكيف خليني اشوفكم هساني هذا الكيف ماتة من منطقة هنا يا شباب الراح نجي اندخل وامدور عن الموارد طلعل اسكيلي Time ريل اموت اذا رح نجي اندخل واندور عن الموارد رح نيقاه متل الدايموند مرسبنا بالعالم فطريقة كسرة اليا شباب اذا رح نجي ببكاكس ايرون او بكاكس خشب الياس مرح ينكسر طريقة تكسرة الوحيدة هي بالبكاكس الدايموند فرح تحتاجون ببكاكس دايموند حتى تقدرون تكسرون هاي الموارد فأوكي يا شباب وهناهم رح يضيفنا هذي البلوكة هذي البلوكة هي عبارة عن مجموعة موارد اوكي يعني هي شي سوي خلينا اشوفكم بالله عالسريع هنا عندي كرافتن تايبل اعتقد يب هناك كرافتن تايبل عندي بالخيمة نجي يا شباب هالطريقة يعني مثل الديامود نقدر نسوي بلوكة الديامود بلوكة تلابز هاي هم نفس الطريقة فييب بتوقع وصلت لكم الفكرة المود هو كلش طبيعي كأنما جا تلعب مينيكرافت العادية طريقة صنع السيوف والاكس والبيكاكس كله طبيعيه نفس الشي هو هسا البيكاكس نحتاج ثلاثة من هذا الجيم حتى نقدر نصنع البيكاكس ونفس الطريقة ويسيف يعني كله طبيعي يا شباب وهذني يا شباب من ارهب الشغلات اللي موجودة بالمود هذني يا شباب قنابل متفجرة هذي هي قنبلة طبيعية وهذي قنبلة اقوى من الطبيعية وهذه هي قنبلة خارقة اسمها سوبر بوم هذي يا شباب اللي مفجرة عتفجر منطقة مالتنا كلها وان شاء الله راح نفجرها لبنهاية هذا المقطع فاوكي يا شباب هسا خلي البس هذي دروع هذي هي دروع ستيفي خلي اشمر الاشياء اللي ماريدها هنا ع السريع هذي دروع ستيفي هذي دروع ستيفي يا شباب هذي دروع ستيفي يلا واحد اثنين تلافة ألبس يا ورع صرت ستيفي نوب ستيفي مونوب هذي تعليقات كلها تنقلوا ببتنوب يا ورع ستيفي مونوب انا ادري بكم تعبون ستيفي يبي يا شباب هسة راح نبالش بما انه لبسنا هاي دروع راح نبالش نقاتل وحوش ستيفي فخلي اخذ يا شباب اول سطر من هذا الوحوش راح نبدالش يا شباب لكن راح يحتاج هذي السييف الرهيب حتى اقدر اقاتل هالوحوش حوصار دينيا اليال صار الدينيا اليال يا شباب لازم ننام مرد ترسبن غير وحوش غريبة فلازم ننام حتى نقاتل مرد ان قتل بقيت الوحوشي اللي ترسمي بالعالم فهذا المكان المنظر الرهيب يا شباب هاي البلكون والبيتي اكثر شي احبه بهذا العالم لانه مطلع البحيرة الرهيبة هذي ومو بس هاي البيت الشجرة هم مطلع البحيرة لكن بيت الشجرة ما بي بلكونة هذيتي مو بلكونة يا شباب هذاك الشي اللي اذا شوفوه هو الساحة والمعارك يعني اقدر اقاتل هناك وحوش خلي ننام يلا 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 صلي شاعدة معناك يا ريد انام انتظر اصير ديني لي حتى اقدر انام اوكي صباح الخير اصبحنا واصبح الملك لله فيلا يا شباب انا متحمس صراحة نقاتل هذي وحوش لانه كل وحش يا شباب عدة خواص وميزات مختلفة عن الثاني فخلي نروح على مكان المقاتلة ما الوحوش ما الاثناء والرسبين اول وحش طبعا هذي هذا فليجر هذا فليجر اجاب هنا الظاهر هذا بخطأ لانه وحوش كلها اشكالها تشابه فهذا بخطأ جبته هنا قش نري Rhiz اقرق و bastards يدمج يدمجي يدمج عندي ا4 عقلة وبس والله يدمج يا شباب ضربة واحدة اوكي 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 شباب شوف اغراضي اوكي عشوف اقراضي لازم اسوي كيم رول حتى اغراضي ما انت الوقت هلسى اصدح Cannam pakai انت foto فيا قشي اصدحنا لان نركة توفحنا لانه وحوش انت حظنا انت coat هل يجب أن نأخذ أغراضي على السريع؟ يجب أن نأخذ أغراضي على السريع لكن هذا الحيل قوي تلاحظون أنه لم يموت طبعا لسيت أخلي يا شباب المودة اللي يشوفني دم الحوش بأس سوريا يا شباب عذرون انت جاموضة حتى نعرف حتى نعرف دم هذا ستيفيش نكسر السيف ماتي خلا روح يا شباب على السريع أجمع خشب وأسوفت كم السيف عندي بالانفنتوري لأنه سالفتنا مطالعة حنقاتي كوموحوش خلي أكسر هذه الشجرة كاملة وشوف كم سيف نقدر نسوي من هذه الشجرة يلا كسر 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 طبعا المفتوضة نجيب الاكسر يلا مو مشكلة خلي نكسر يا شباب صار عندنا 6 حبات خشب خلي حللها نشوف شقد يصيران نجيبهن هنا نحللهم صار 24 حبة وخلي ناخدهم هذني لا لا مو ذني سوريا هذا يا شباب نسيت أقول لكم هذا اسفنج نفس الاسفنج اللي يتيقوب البحر لكن هذا على الشكل لا بس صراحة ما عرف شنفاهيته حبيت انه أخليه هنا حتى نشوفكم حسنا خلي نجرب هذي يا شباب بما انه خليت هذي بخطأ الخشب خلي نجربوا الاكس بكم ثاني يقدر يشيله خشب اوه والله سريع سريع حيل يا شباب هذا الاكس هم رح ابقي عندي بالانفنتوريا حتى نرجع نجمع خشب خلي نروح يا شباب ونسوي عس سريع نسوينا كم سيف نحلل ذني اوكي نحلل هنا اثنان بس ما عرف ليش ما تحللن ما يتحللن لا ما يتحلل اوه والله ماتش تعرفوا بهذا الشي عبالي انه هذي يا شباب مثل البلوكات الدايمود انه نقدر نحللها بس طلع ما يتحللن اوكي خلص يا شباب انه وصلا عالمنا كرييتف رح هفتح جيمود واخذ اوه ثلاثة من هذي الشي لانه ذاكي طلع ما يتحلل نرجع سيرفايفل البلوكات طلعت ما تتحلل فخلي روح يا شباب نسوينا مجموعة السيوف حتى نقدر نقاتل بها هذي وحوش كلها عالسريع نسوي هيت شي رح يطينا اذني خلي هنا اوه انترس عندي الانفنتوري انترس بس سيوف حساني جربت اتوقع هذا جربته وجربت واحد ثاني بس ما اعرف ياه هو خلي نشمر هذي هنا ممكن نحتاج نشمر هذا هنا وهذا الشي سوي هنا نجاب هذا هنا نشمر هذا وشمر هذا ايب هذا توقع كل شي خلاص يلا حسرا حروح يا شباب اكمل الحرب ماتوا يا ستيفي الورع اوكي نجيب السيف هنا يلا يا ستيفي تعال 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 توقع هذا حسا حاليا متدمجوا يب ضربوا واحدة مات اوه شمر لي ايرون ستيفي الايرون لما انت كنت له يعطيك ايرون والله حركة رهيبة اوكي هذا ستيفي شنو اسمه اسمه طويل ستيفي مولتي ارمار ستيف اسمه ستيفي مولتي ارمار ستيف مولتي ارمار يعني يا شباب انه دروع متنوع نفس مده تلاحظون عندي الهلمت ايرون يا ايرون الهلمت غولد والشيست بليت دايموند والبطلون اني اسمي بطلون اني ماعرف شين اسمه ايرون البوت مات جليد اتشوف الله 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 اتشوف كم ضربة ايقدر نقوت له لا تتتقرب علي لا تتقرب علي والله قوي اتكسر واحد من دروع اه مات اكتلت اي وكتلت اي لاحظتي يا شباب واله انه قوي يدمج لكن دروعها ضعيفة فذاك اقدرنا نضرب اي خمس ضربات ومات اولجنا من هذه ستيفي الشباب ارسمні ستيفيات حي السريع بدون مقاتله لأنه... شباب... أكو بعض الستيفيات معرف شنو قدراتها مثل هذا هذا معرف شنوه ما عرف شي يسوي يعني هسه دع ضربه بس ما ليس يسوي الاشي مات هذا ستيفي النوب يمكن خلي شو يا شباب بقيت الستيفيات لأنه عندنا كومستيفيات وهمات هذا حصان هذا حصان جاب هنا والله مات احضر ضربه واحدة أوكي هذا كان حصان وهذا كان ستيفي تونر ازبنا لأنه رايد نخلصهم على السريع لأنه كوم عدم هذا ستيفي لابس جلد بس ليش دي يدمج ماعرف ليش دي يدمج لحاله ها ستيفي لابس جولد بقاعدنا هاد الستيفي توقع هاد اول واحد شبناه بالبداية اوه ستيفي دايموند هذ ستيفي لابس دايموند اوكي يا شباب سهل لحد هنالستيفيات مجرد انه لابسين دروع وما بهم اي شي غريب خلينا روح نجيب بقية الستيفيات بس خلي اشمر هذول عالسريع اوكي يا شباب هاز رح ناخذ السطر الثاني عالسريع اتوقع كان هذا السطر هو اقوى من السطر الاول يعني اتعرف عن السطر الاول السطر الاول كان السطبيةالالemale اوووووووو جيلا دعوني نقرأ اسمه decari تشوفي مزه بمزه الان تبطبر والله رهيب اوه كتني بانفجار واحد كتني مع العلم اني لابس دروع ستيفي خليشوف دروع ستيفي تقيت قوتها ما مكتوب عليها قوة اوه بدت تصير غروبة توقع لا والله مو غروبة علي بس ماعرف ليش مظلم وعندي مانيكراف والله يا شباب هذا حد ان هذا ارهب ستيفي شفته ارهب ستيفي حاليا رسبناه بالمود فقلينا نشمره ونجربه لستيفي اللي بعده ستيفي هذا الشي سوي ن comeback میخواني عن se عرقوني ورع ستيفي الورع حرقني حسنا نرسمهم اوه رسمي ستيفي ورع ستيفي ورع والله ادمج ستيفي الورع وهروض يدمجني ولكن اتكبركبر مرد ستيفي الورع يكتني مرد ستيفي الورع يكتني حسنا نرسمم الان whereas ستيفي الورع يكون بعد مرده ستيفي الاندرمان ستيفي بليز ستيفي 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 آخ ستيفي ستيفيد ستيفي ستيفي ستصنع م Service اتوقع هذا اخير ستيفي نفس ما قدتكم بداية المقدار راح تكوني يا شباب الرابط مال هذي مودات بالدسكروبشن احنا بالمود الثاني طبعا المود الثاني اللي يعجبني بيه انه هنان يا شباب عدنا صحيح كمية قليلة يعني مود هذا ميضيف كما شغلات حالعالم نفس ما تشوفون ديضيف شغلات مثل هذي عدنا هذي اللي توقع من العنكبوت وعدنا هذا عظم الي يوقع من السكيلتون وهذا يوقع من الكريبر وهذا يوقع من اندرمان وهذي بقيت الشغلات من البلايز والزومبي طبعا هذي يا شباب كل وحدة تاكلها مثل خلينا ناكل هذي اوكي هذي يا شباب راح يطينا هنقر اللي هو الجوع المدت ثمانية وعشرين ثانية وهذي يا شباب هذي اذا راح نشمورها خلينا اشمورها شوفكم لتلاحظون يا شباب انه ما تدمجنا هذي اندربيل عادية لكن مجرد انه ما تخليك تدمج اوه هذي شنه هشي سوينا اني ما رسبنت هذا اوه اجي هشباب اجي اجي هرجقتني والله يقوي في يوشkr اوه دم ماته يجب أن ترى في الوحوش كنا رح نقاتل هذه الوحوش نجربها دعني اجيب اكل قبل انسى نجيب اللحم حتى نقدر ناكل بسرعة نشبه ونرجع قيم مود سيرفايفول ونبدأ الرسم بهذا يحوش هذا يا شباب هو استيفي على شكل كريبر اوه والله يا شباب هذا يشبه استيفي الكريبر اللي بالمود الاول لكن هذا شكله اكثر يعني شكله اكثر شكله مخيف اكثر والله ما دع اعرف واخر ما دع اعرف احتي لانه مركز يا شباب مركز بالستيفيات هذا 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 انهي ستيفي متحول على كريبر فشيم وخيف ستيفي زومبي اكيد طبعا رح يحترق يا شباب لانهي ستيفي زومبي واحنا حاليا دنيا الصبح فراح يحترق يا كريبر هاده ستيفي السكيليتون هاه هاي ستيفي السكيليتون وهذا ستيفي العنكبوت هل نشوف ستيفي العنكبوت يقدر يسعد خلي اصعد فوق ونشوف اذا رح يقدر يلحقني يلا يا ستيفي العنكبوت يلا تعال اصعد المفروض هو هسا يصعد بوراي لانه هو عنكبوت يلا تعال ستيفي يورع ماذا ماذا يجيني ونكمل يا شباب الرسم من وحوش ستيفي اوه هذا اندرمان طبعا هذا يا شباب لحد الان الموت بيه اوه اوه تي بيظهر وستيفي الاندرمان وهذا ستيفي النيب التلاثة استقاب heavenly لا 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 اذكر يا شباب ان بيغ م deme اوه ستيفي البليز يشمر نار اوه ستيفي البليز يشمر نار والله رهيب هذي شنا لا 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 امزح 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 والله الاقوة ستيفي بيهم يا شباب شوفوا الدم ماتة مية وعشرة مات؟ ذاك مات دم مية وعشرة مات اوكي يا شباب بعد اكو شغلة اخيرة موجودة بهذه البلوكتين انو يا شباب نقدر ندخل عالم ثاني نسوي بالبلوكة السودة على الشكل بوابة خلي اسوي بوابة اوكي بوابة صغيرة هيجي به الشكل ونخلي هذي منها وحسا يا شباب نستعمل هذي بلوكة البيضة الشفافة نحط خيش به الشكل لازم نخليها ورح ندخل عالم ثاني مختلف عن ميني كرافت اوه طبعا يا شباب العالم هذا اضلم فرح نحتاج النايت فيجين انا محظر عندي نايت فيجين فهذا هو العالم يا شباب انا معرف شنو قصته لكن حبيت انو اشوفكم اياه معرف اذا اكوا وحش يعني مثل التنين ممكن انقاتلوا بهذا العالم مدرا عالم غريب عبارة عن دير تو ستون فياب يا شباب خلي ارجع للعالم العادي ونكمل بقية المود اوكي رسبنهم يا شباب وخلص اهنا يا شباب وصلنا لهذا المقطع لانه هذا المود الثاني خلصناه هموت بس يا شباب هذا المود الثاني شكله رهيب اكثر تشوفون ستيفي هنا شكلهم مخيفة اوكي يا شباب هنا وصلنا لهذا المقطع اتمنى عجبكم اذا شتدت جدد بقناة لا تلسون تشتركوا بالقناة وتضطونا احلى لايك وبس شوفكم في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة